بدك تاخد 3000 يورو صافي. طبعا الحكي لجماعة المانيا. ما بدها مستغلوها كثير ولا دراسة. راتبك بين 2500 الى 3000 صافي. طبعا بدون معدد درائب. هي مهنة سيكوروتي. جد هي مهنة سيكوروتي. مهنة سيكوروتي بيشتغلو باليوم اتنعاش ساعة. وازا اشتغلت يوم السبت او احد مساء يوم الاحد خالي من الدرائب. ساعتك تكون اتنعاش يورو تلتعاش. ازا معك زخ كنت اللي بيعملوه ملدها ست شهر. لو بسنت بيدفعلك يا بتكلف طريبا ست سبت هلاف يورو. في كتير الالم مكاتب. تمام? ازا بتعمل هالشهادة ساعتك القاشر بيكون تلتعاش ونصف خمسة عشر. وبالليل مسلا بتزيد مسلا خمسة وعشرين بالمية. طبعا وين بتعلها الشهادة سيكوروتي يا جماعة بتكلف طريبا خمسمائة يورو. تروح على ايهاكا. بتاخد موعد وبتداوم اسبوع. تعمل امتحان. يا بترسوب يا بتنجح وبتعيد. لكن انا بعرف انا سماعت ببيرلين بروحوا بس بداوموا في معاطق بالمانيا. ازا انت مهتم بتسأل تاخد هالشهادة حتى تحطها في جيبتك. بس انا كنت ميونيخ عملت هالشهادة. ازاعت ان كان اسية صعبة. لكن حاول نقلنا من الجنبي وانجحنا. فحتى المعنى كانوا كانوا طلاب المان. بطلوها الشهادة. بحسن ما روحوا يشتغل بالمطاعم او مسلا. اه يعني محلات متعبة. يشتغلوا السيكوروتي. الدوام يعني انه شغل سهل بس على الواقف. طبعا انا طلو مني باينز. لكن انا بنصحك طبعا هاي بسمو انت غشت. في انت غايت سيش. هاي شهادة ملت اسبوع. مسامعي. مسامعي كمان كويس. ازا معك شهادة سواقة. بتعيش احلى عيشة هون برمانيا. خاصة ازا انت عزابي. لكن ازا انت ما تزوج انا والله ما وارف ازا بنصحك او لا. لانه اه سيكوروتي وتمريد. يعني احيان بدك داوم بالليل بدك داوم ايام العطلة. شوفيرية مسلا باصات السائقين. عدول كلهم داوما. يعني بتشتغل بالليوم عطلة بالليل فبدك تحسبها لحسابي نحن. احتي مال ايام ما تشوف ولادك مسلا. تحسبها لحساب. ازا انت شاب عزابي. بنصحك تحبها حالة تاخد باينز. وتعمل زاخ كوندي. بنصحك بموللك يا تحدي شهادة سواقة. ساداني بتعيش احلى عيشة. كما لك شهادة باص. سائق الباص بموللك يا سائق الشحنة. يعني في كتير. وبتوفيق لجميع.